500 مباراة بينفرد بيها النجمة طبعا النجمة النهاردة لكابتن محمد فاروق في إدارة مبارايات في الدور المصري و50 مباراة دولية في إفريقيا وما بين نهايات ثلاث نهايات سوبر مصري ونهايتين في كاس مصر بيمتلك طبعا تاريخ محترم الكابتن محمد فاروق لكن الأهم من التاريخ أنه بيمتلك أخلاق عالية جدا بيعتسم بيها الكابتن محمد فاروق في الوسط الرياضي منورنا ومشرفنا القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام كابتن محمد فاروق منورنا ومشرفنا حبيبي كابتن استقام انت لوحشني كتير ومتقلق دايما وانا بالنسبة بحبك على المصطوى الشخصي ومزيد من النجاح انت وطاقم الفرير عمل بالكامل ليه مش ما فيش قرار نهائي بتحديد رئيس لجنة الحكام النهاردة بيتم الاعلان عن شكل مسابقة الدوري لكن ليه لجنة الحكام دايما بتبقى آخر حاجة بنفكر فيها ده يسأل عليها بقى المسؤولين أو مجلس صدارة الاتحاد مش هلا اللي بطلع القرارات هيسأل مجلس صدارة الاتحاد هل فيه من يحاول إبعاد محمد فاروق على رئاسة لجنة الحكام في الموسم اللي جاي اه طبعا فيه طبعا من بره وفيه كتير طبعا من بره وي سكت ومن بره من بره ومن داخل اللجنة من داخل اللجنة من القدامى ولا من المستحدثين لا مش عايز أحدد حد شخص بس أكيد في الوسط عندنا مشاكل كتيرة جدا أبرزها ان ما فيش حب موجود في الوسط التحكيم بكلمك بمنتال أمانة والصراحة عشان ما نجملش الكلام يعني إلا فيه مجموعة محترمة دي سواء ده موجود ده مش موجودهم قلة قلة لكن موجود محمد بتلاقي فيه ناس بتحربه موجود كابتن عصام نفس الكلام والكابتن جمال أي حد يكون موجود بتلاقي مجموعة من بره بتحاول تهدن ليه الحرب دي تداخل أسر التحكيم؟ الصراعات على المناصب والشغل والكلام ده كله يعني يعني مش شايف ليه يعني يعني يا جماعة اللي عايز يشتغل يتفضل يشتغل احنا بنشتغل لأشخاص ولا بنشتغل لدولة لبلد فالقصة سهلة يعني يا ريت كلنا نقف مع بعض تفعوا على أي حد أي سينة حد موجود ونقف كلنا مع بعض احنا عايزين ننجح المنظومة طب ليه ما بيتمش جود بشكل عمل يا كابتن فاروق عامل ازاي يعني؟ يعني الناس تقعد فعلا مع بعض ويحصل المشاكل وتتحل المشاكل وتوجه المشاكل الأعداد دي تعمل الكتير الأعداد تعمل الكتير ونرجع لنقطة البداية تاني من جديد علشان النفوس ولا علشان الصراعات ولا علشان المناصب؟ التلاتة 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 فعلا؟ فعلا هل ده اللي خلى المسؤولين في اتحاد الكرة يلجأوا للاستعانة بخبراء أجانب سواء كلاتن برجة أو بيريرا؟ السبب سبب رئيسي سبب رئيسي سبب سبب اللي هو ايه؟ السبب اللي بيحصل اللي بيحصل برة ده بتخليك توصل لنك تروح تجيب أجنبي يعني ده سبب من ضمن الأسباب هل السبب دوت هو اللي خلاص بقى مسلم به وهيتم الاستعانة ده سبب من ضمن الأسباب بخبراء أجانب الفترة الجاية؟ خلي بالك أنا قلت لك سبب من ضمن الأسباب لكن باية الأسباب عند أصحاب القرار وانت ما تعرفهاش؟ لا ما عرفهاش بقى هما يقولوها متأكد؟ أنا أقول اللي أنا أعرفه أو اللي خصني اللي هو ايه بقى؟ اللي أنا قلت لك ده سبب من ضمن الأسباب أكيد في أسباب تانية لكن الأسباب ما أنا هما المسؤولين هما هل السرعب بمنتهى الوضوح اللي كان الكبير جداً فترة من الفترات ما بين جمال غندور وعصام عبد الفتاح وهما الأبرز في تولي رئاسة لجمة الحكام أو في تبادل رئاسة لجمة الحكام وعدم وجود كوادر أخرى ما بعد عصام عبد الفتاح وجمال غندور هو اللي خلى المسؤولين يلجأوا للخبراء الأجانب؟ لا إحنا مش عايزين نحط الكابتن عصام وكابتن جمال هما الأساسي لا يا كابتن أنا بقولك في الوسط الرياضي عمتد ممكن ناس في الوسط الرياضي مش أسماء أصلاً في التحكيم وبتحاول برضو أنها توصى نتخرف التحكيم لكن مش عايزين نحط الاتنين دول ونبني عليهم كل القصة لا فيه أنا قلت الوسط التحكيمي الوسط التحكيمي يشمل ناس كتير جداً ما بين حكام كبار وحكام صغر السن وبتاع ده حكام صغر في المستوى والأداء حكام ما عندهاش تاريخ حكام ما عنده تاريخ يعني بتكلم عن متد مع الأغز اللي فيه ناس محترمة عشان ناس ما تفسرش كلامي اللي أنا بعمم الموضوع كله لا فيه ناس محترمة جداً 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 وعلى مستوى عالي من الأدب والاحترام والإخلاق كم تفرق تجربة الاستعنى بخبير أجنبي دي أفدت التحكيم ولا لا؟ أفدت في حاجة وممكن تكون ضررته في حاجة أفدت في حاجة وممكن تجربة حاجة وممكن تحكيم